ترجمة نانسي قنقر لا يوجد شيء لا يوجد شيء خير إن شاء الله لكن هناك شيء في رأسي الله يرزقك ويوفقك ما تريدك أمي؟ هل تريد شيء أن تقولي؟ هل تريد شيء أن تقولي؟ يعني أريد أن أقول ولكن ليس لك خير أمي، هناك شيء؟ يعني لكي أجار البيت وقصت البرات قربت أمي، قربت طب لي بالك أنت ما هي اللي قربت؟ بإذن الله ستنحل كل أمورنا بهاليومين سأستلم شغلة كثير 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 منيح أمي مات؟ أزا تجوزت جوازي مابرة أمي يعني ليس بكير لك أمي لسه في قدامك أمي أقول لك مهبرة أمي مهبرة بنت ظريفة شغلة منيح بنت عائلة وبيت يعني كلهم بنزلوا علي بسلة واحدة أقول لهم لا أنت ما رأيك؟ شو بيعرفني لك ابني؟ عم تمزح؟ شكلي عم مزح؟ لا أمي ما عم مزح أنا بس عم بحلم بس يعني إذا تحقق حلمي أنت يبتزع لي الشئ؟ بالعكس الله يبارك لك ويبارك فيك لك يا أمي هذا الزمان يا بتلاحي بحالك يا بتروح عليك وانا بصراحة مقرر انه ما تروح علي فهمتيني ما عم بفهم عليك لك ابني بسيطة أمي بسيطة معيك معيك رح تفهمي كل شي ورح تعرفي ان ابنك صباح كان عميتك تيك مزبوط المهم انحلت قضية الخانوم اخ والله يهدي سرها هي التاني مالي سامع صوتها مالها بالبيت الهاغرات عند الست رزان راح تتشيبهم الحقلي لك انا وافقت على الدكتور غزوان لا لك انا وافقت عليه اصلا اهلي شلون من كان ما رح يوافق عليك بقى شو عمي خلاصوا يعني كل شي بيناتنا راح يا صبحي هلا لا تعمل لي فيا عبد الحليم حافز انا شو كتبتلك بالورقة كتبتلي لا تتراجع فاذا لا تتراجع بقى انا ولا انت يا صبحي خلاص بقى انت رتب الاوضاع وسأل محامي او شي قاضي او اي حدا بفهم الشغلة بستأجر بيت الست رزان قالتلي انه حتى لو الاهل مو موافقين القاضي بيجوز بقى انت اسقال ازا زابطة وانا بروح معك هريبة يعني انت وافقتي ع الدكتور غزوان عن ابو كزيب حشده هيك يساعد الله يليك ايه انا بحبك اليك بحبك لانك فنان بقى انا وافقت مشان نكسب شوية وقتو بلا مشاكي هيك عايدة اقمعتني يعني عايدة موافقة علي ايه ايه علينا صبحي انت وين ونحنا وين شو بدك بي عايدة او بغيرها يوهم انت زبيت وضعك هات عطيني رقم تليفون مطعم شان انا ابقى اتصل فيك ما معي قلم ايه خلاص مو مشكلة زتلية على الاصلوح ايه ايه يلا خاطرك دير بالك على حالك ايه اه اميمة عيون اميمة والله 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 انا بموت فيك يلسه بتقيني ساعة سنين تطبيح تسع سنين كل شي تغير المطالب الحاجات كل شي ماذا؟ الأخلاق؟ أنا أباكي عن الأخلاق، عن القيم هل تتغير شي؟ القيم تتغير ولك الشريك بيسفر رمل وما يتغير وما يتراجع نعم، بيسفر رمل وما يتراجع بس تبدو لأولاده أحسن شي؟ يا أخي بلاء أحسن شي؟ تبدو لأولاده الأمان والأمان، والأمان ما له فعلي الأمان؟ ما الأمان؟ الأمان أن نسرق مع الحرامية؟ حاجة يا رجلي، حاجة، حاجة تفومتني بنقاش عقيم صراعتي؟ لك أصلاً نحن هبلان للمرحلة، كل هالأفكار والقيام ما لئيمة، إذا ما كنت أصلاً بين الناس؟ خلاص بقى أيصان، الصلاع الحاضر، لك أنت بأي زمان عايش؟ لك على زماننا، إذا طلعش موظف حرامي، كانت كل حارته تعاديه وتبطل تحكي معه، ويبطلوا بناته يتجوزوا أما هلأ، عم يدوروا على الحرام دواره، ليبوسوا إيده ويناسبوه ويكرموه، لك هلأ الفاسة؟ شو بك عصان؟ عم تبكي؟ أخصي يا رجل، عم تبكي؟ والله كأنك جاي من كوكب تاني؟ ويقدروا بجلدك تطويرنا، بالله كذلك؟ يا سلامة، يا ندامة، تيرخزوك، يا البشنة خلاص بقى، خلاص يا رجل روحي، من جوادي عم تتري؟ كلام بلتري؟ خلاص بقى، لسه على ديارة تراجيديا تطلع! شوف البشر كيف عاجي! وعير الله عليك! الناس عاجي! وكثير عاجي! وكثير مبسوطة! لك شو بدك بغيرها! انسى! ما في الزوب تبطل حالة! فالج لا تعالج! لك وعلى شو دخل! عالة شو! لي! حتى أنت ولك سفوها! حتى أنت! طبع! 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 سميرة هاي أخوكي قدامك وتصطفلي منك إله ما هو رفيقك قبل ما يكون أخي أنا تعرفت عليك عن طريقه رفيقي وما طالع بإيدي ساعده عم يرفض إني ساعده فشو أعميت يعني شو؟ نتركه للرجال ملحوش بهالقوضة تزفت لا تتركي روحي لعنده حاولي تقنعي بلك بيقتنع منك أنا شخصيا استسلمت هلا قعدنا تسع السين نسننا لحتى يطلع من الحبس ولما بيطلع منقول استسلمنا؟ سميرة مرتي حبيبتي أرجوكي عندي دوام الساعة خمسة بدي أرتاح بدي نام تعبان مرتي أرجوكي طيب شو أعمل؟ شو طالع بإيدي شيء أعمل وما أعملته؟ شو طالع بإيدي مرحبا أميمة مرحبا أغني أميمة أهلينا أعمال أعرفكي لعافية الله يعافي قلبي، لك يستمني الروائش وحلوين شفتيها لعينها شفتها ايه قال ما صغر وقت تفكر، كانت مريضة ايه بدأ تفكر ايه حقق، حقق أختي، بدأ تفكر لكان شو بس يعني ليك، انا، شش، بعدين بعدين منكمل ياقي صباح، هلين؟ اهلين صباح؟ تملو حديثكم شو موضوع سري؟ سري، سري، سري شو يا عروز، شو طبقتي لنا اليوم؟ رز فول رز فول؟ كتل العادة؟ عادة الحاضر انتي مات عرفة تطبخي غيرها هلين سيد صباح؟ شو عمادو؟ شايفي بتمك حكي؟ بدك تحكيلي؟ مو هيك، بس الهديك شو اسمه الهائن، الخمسين خلاص بها عم نحكي هيك اللي؟ هو في مشروع خطي هيا ان شاء الله ألف مبروك الله ينبارك فيه هاي الخبرية بتفرح كتير، مبروك؟ نبارك بعمرك، عبار عندك يا أخي السلام وأنا كمان عندي خبرك كتير خير ان شاء الله هاتلنشوك أنا بكرا رحستليم وزيفة يا الحمدالله، الحمدالله الحيات المقامت حكيانجا؟ الحمدالله تعانتي هاتبوسي الحمدالله يا رب، الحمدالله أخي يلا روح وغير أواعيك لبين ما أسكو بالأكل يلا روح يلا روح هاسكبيلي شوية ترزب فول ايه؟ وبرديليا هون شوية بحبوا الأكل شوية كتير يعني أصده يلا روح يلا روح تفهميني هلا؟ خلاص، بعدين بنحكي ما حسيت شي بعيونها؟ خلاص حمد، ما هو وقتا روح طيب من ربا بلادنا الجميلة بلادنا التي حافظت على بيئتها من دون تلوث أو نفايات حيث النقاء يداخل الأشياء من ماء وغذاء وتراب وهواء لنجالس العم أبو محسن الذي اخترق الرقم مئة من حيث عدد سنوات عمره ولا يزال قادرا على العيش في بحبوحة هذا الوطن لنكتشف أنه حتى النفوس والأرواح لم تطلها ملوثات ونفايات العالمة وليبقى أبو محسن صافيا مثل نبع سلسبيل يجري بسلام وهدوء وعطاء عم أبو محسن، قديش صار عمرك اليوم؟ بقصد، إنت ولدت وليش؟ يا نمية، صارت من فوق المية توقف موسيقى 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 ماذا؟ مهاجبه؟ ماذا يعرفني؟ ما بيعتوش لحدا؟ بس حلو يا إختي لعتقليلي حلو بياخذ لعلك تقبر قلبي على الطول بس طول ومع بتي شي بياخذ لعلك حلو حلو كتير بس شايف حالا؟ بيطلع لوري شفتي مأحلى أنت بتاعيونا شي خدر بياخذ لعلك ماذا؟ 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 هيا الشرفت مرحبا أبن خالتي عنا أهلا 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 فيكي؟ ماذا تطلع حلو على الشاشة؟ هيك المزيعات يا ملو علي الحلال أنك أحنا مزيع في تليزينات العربية كلها اقعد تضرب ما أسألك عيونك هنالحلوين بديتين بس لغير مكياجة خليك قاعد ايه؟ صدري ولو مرحبا عن إذنك لحظة ابن أختي ولو خالتي إذنك معيك أعرفي لش ابن خالتك جاي؟ طبعاً أعرف جاي بده يحكي معي مشان يخطبني ايه؟ شو ايه؟ انت بتعرفين ان انا ما بدي يا لك شو ما بديك يا؟ ماما أنا بدي صباح لك شو صباح ما صباح؟ لك شو الليت هلقدر هاي؟ لحظة تعال هون يا غنيز شو؟ انت قايل لما ماما انك بتك تخطبني؟ لك تضرب ما أسألك انت بتحبني؟ بس أنا بحب واحد تاني و بدنا نتجوز شو رأيك؟ ببروك يا فبروك يالله خاطرك هو يالله خاطرك هو يالله انت سألنا وين رايه؟ عندي مشوار ايه ما بدك تاخد من الطريقك؟ بابا محرج علي اخذ سيارة من المؤسسة ايه تكرمي بوستك ايه عاد امتظرني اللحظة ايه عاد امتظرني اللحظة اضربش سقينا لك يالله شو لي هالله ظريز ولي همي خالتي تكرتشي اسمه ونصيب تكرتشي اسمه ونصيب موسيقى موسيقى كيفك حبيبي؟ أمني؟ تعباني كثير ومشتائت لك مشتائت لك موت طميني شو الأخبار؟ يا سيدي أخيراً سجلنا يعني شو كان صار لو أنت أعديت هالبرنامج؟ أما معد سئيل وغليز يا لطيف طيب يا رفيف يعني شو هي الشغلة هيك؟ إذا خيلك تتعلم شو كيميا ولا بيحمض على قلبك هالقرشين اللي بدك تاخدهن إجرة الحلقة هلا أنت كيف هيك مرتاحة؟ ما بعرف عم نستنى الحلقة لنشوف قال بدها مونتاج ما بعرف بشرف إذا ما طلعت حلوة وظابطة لأصف عمله له الماكير ماكير؟ مم شو يعني ماكير؟ هذا اللي بيحط لنا مكياج آه يا ستي أنت حلوة من غير مكياج ومن غير أي شيء سلم دي عيونك أنت اللي حلوة معرفت مين كان عم بيوصلني؟ لا معرفت مو مرأت عالبيت لأشيل المكياج؟ ولا مين قاعد عنا يا حزرك؟ أشرف ابن خالتي ايه؟ ولا شي عم بيحكوا بخطبتي قال بالدياني ايه؟ فأعطل القنبلة أنا بحب صباح وبدي إياه هيك بيها البساطة؟ طبعا بيها البساطة شو هو فيلم هندي؟ قلتي لأبوكي بدي صباح؟ لا بس ليش خفت؟ بابا ماكعم موجود بس هلأ بتكون وسط الأخبار ماما اللي كانت قاعدة وصار مشكلة؟ شو كان رد فعل لأمك يعني؟ أبدا أشرف قال لي ألف مبروك ووصلني لهم أمك عملك أمك شو كان رد فعله؟ زعلت ولحقتني على الغرفة لتقنعني أنه أشرف أحسن من صباح قلت لليش انتي بتعرفيه لصباح؟ طبعا ابن اختار بدا تدافي عنه بس والله هالبن خالتك بقيمته شي كتير كابر لا انزعاج ولا أخد على خاطره شو الظاهر دارس برا؟ ما له دارس لا برا ولا جوه مو فرقانة معه بيكون أخو قال له روح طبالة رفيف وهو أصلا بلا أخوه ما بيسوى نقلي أخوه واصل وهو عم بيتعيش من وراء معاملة من هون قضية من هون يعني بس لهم بس لهم مرسي طيب هالسيارة الجديدة لمن؟ سيدي يا بختمي النفع واستنفع ما؟ ما اختلفنا بس ما بيشتغل وعنده سيارة جديدة حبيبي عم قللك أخو بفك مشنوق شو بدي يشتغل يعني؟ ايوه طيب أبوكي أزاع عرف شو؟ بابا لا تخاف منه خلصينا يا بنتي خلي يجي لنعرف شو بنا نتصرف مرحبا رجاش وقصطي لسه صباح 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 خلي الشاب يشرف لعنا وبعدين لنشوف شو ممكن نتصرف معقولي أنت بدل ما تسأل من الأحسن؟ ليكوا أشرف ما شاء الله بدل البيت صار عنده بيتين وعواض السيارة صار عنده تنتين والله وأعلم قديش عنده مصاري بالبنك لأ ولسه ديك يا مخلوقة صرت انفهمك مليون مرة هدول بناتي بدي إياهن يختاروا نصيبهم براحتهم ما في إكراه ولا في غصب بعدين شو قصتك؟ صرنا بالقرن الواحد وعشرين ولا حد هلم تمسكتيني بالتخلف والعادات الأديمة بلا طعمة بعدين بنتي وإجيت صارحتك وصارحته لهذا أشرف أفندي خلصنا لك ما أنا هادية اللي زعجني وأنا هادية اللي مفرحني بنتي مع وضع الصراحة والديمقراطية والحرية دخيلك انتوا هيك حرية ودغري دبتوا إياها أنا بدي الصباح دخيلك ومين هالصباح؟ خلاص بس يجيب تتعرفي علي كأنه بدك تزيت منتك هيك رجاء هذه السيرة خلاصنا منا منيح؟ ترجمة نانسي قنقر ها شكرا ايه بسمتي قلبك تزيب ودعبوني شما في منهم كبان الميون ملح ميحا شوف أهمتك؟ أهلا ينخلدوا مش الله معك مع السلامة الله معك ينخلدوا يلا بشوفها مرحوة دكتور أهلا يا سيد عصام طب مني كيف صرت إن شاء الله أحسام الحمدلله أفضل الحمدلله الحقيقة مواد ما طلعت من مستشوء أنا عم دور عليك حتى أتشكرك وعاسبك يا سيدي تشكرني تسكرني قد ما بده الحقيقة بتكفي يعني هو أفتق معي أديش شرط لعلي شو الحكي لا طلع ليك ولا شي يا حبيبي الحساب عن رب الحلمين شرائك ما أخد قهوة سبا فوت 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 فضل شارف فوت يا سيدي حمال أخي القهوة ساتسخن سعني بس لجي فنجاني يا سيدي جيت أهلا وسهلا فيك صاريصان يا هلا يا هلا لاحظت كأنه ما في مرضى عليك اليوم ربي يسمع منك بس هو إجمالا اليوم فاتح بكيب شوي بس يعني بيضل دخلك أهلا ومصدر رزق يا سيدي دخيلك بيضلوا أهلا حالة بصحتي وأنا ما بدي بصالة شور وما سيدي يا هلا لا ما أدروا من سيدي بالعكس تعرفوا هاي يعني هاي أمي بس إنساء الأمي ومستحيل لأنه بهيك ظروف نعيش صعب إلا ما يبردوا وينحرقوا وينجرحوا وينعدوا من بعض معنى هالكلام إنه بدهم توعيد توعيد شو يا رجل إنه لا داعس على البسماء بيفوت برجلان أو امنعوا الأطفال عن الاقتراب من النار والماء الساخر والمغلي أي توعيد ما تحكي عنا أنت بعدين حضرتك عاب تحكي وكأنك مانك من هديري ما هيك ياه؟ وأنت شو اللي جابك على هديري؟ أنا بالأساس فلاح بمفلاح الدراسة هي اللي جابت لهم بضيعة معنك اللي طب هلا بحياتك شوفت بضيعة فيك اللي طب مستحيل ووقت اللي جينا له هم بدكاري يسكن يعني أبو رماني بالمالكي يا أخي هالأماكن مؤلنا مؤلنا ماذا؟ والله أنا كل فكري أنه أنت أنت اللي خترت هيك طبقة شعبية ولك حبيبي أنا ما خترت شيء ووصلت للبكالوريا مدري ليش جمعت علامات عالية مدري ليش ولكسرت الطبيب مدري ليش هلا قل لي أنت خترت شيء بحياتك؟ لا أنا خترت خترت مانتي واخترت زوجتي واخترت تجي تسكنه ولا أخ وضعك المال يقولي ما سمعني أكثر من هيك بدك الصراحة أنا بحب الحال وبحبه والحمد لله كل من يحبوني أكيد يحبونك لو لا تشو كنصر فيهم؟ ما صرش البندو طبيعي بيتدورها لي شو القصة؟ دايمي صحة دير بالك على حالك ها واللي مدرثو عيه هو عالب اسمان يا خييه الحقيقة يمكن بي لو عيه لا لا تقول هيك أنا ما حايفة بتحلك زروحاتك أكتر على كل من قد اللي بتحس حالك حبة فطفة ميت أهله وزنفي العياني هم والبيت هم حكيم روحاني حضرتك؟ وما تحب عبدالله هاي؟ خييي وقت اللي بنده بتسمع تعال عندي بني سمع سمع السلام عليكم عليكم والسلام عليكم والسلام فوت عيما تفوت أهل سجو عنا بزنك ساني واسمع ليه؟ الله يعطيك العافية عليها عيما؟ بس هيك جينا لخبرك لك إمت بتحب تشرفنا يا ميت أهله وزهر؟ يعني البنت موافقة؟ الله يسامحك بجاه النبي معقول الحكيم وين لحلقي أحسن منك؟ دكتور خييي مو أنتو يعني هي هي موافقة؟ موافقة موافقة يا عين عليك يا عيمة سلم يا أهلا بديد ايه؟ والله يحديك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلم يا عبني تعرفي يا عيبة أنا ما حبيت حكي قدام بجاء بس أنا مبسوط منك كثير كثير لأنك تطافشتي له هذا بتافع أشرف ايه بابا هذا واحد وغلاز بنتي هدول النوفوريش كلهم غلاز مفكرين حالهم هن شغلة كبيرة ونن شايفين حدا بس دخلك مين هذا صباح؟ بابا صباح ما عرفته؟ هذا اللي وزفتو عندك بنتي عرفته بس عصدي منين شو اللي حدف علينا هلأ بحكي لك بس أنا اتأخرت على التلفزيون يا الله طلع يا ابني طلع يا ابني عا التلفزيون اي يا عيبا مالتي لي شو اللي حدفوا لعنا بابا متل صورتك الباقي شب زكي وحلو فهيم حلو وفعير ما يا بابا كل صورتك كانوا فقرة موضبوط يا عيبا عكل حال مامهم ان كان غني ولا فعير بس من خاف يعني بالمستقبل يا عنفص علينا ونصير مثل ما هذا التافع اللي اسمه اشرف مفتكر انه اخو مدير شركة جنرال موتورز على كل حال مهم عاجبك وعلى مسؤوليتك بابا عاجبني بس على مسؤوليتك انت بتعرفي بيعجبني فيكي انك ملك طالع لأمك طالع نبيها لأبوكي على كل حال ما في مشكلة تكرمي ما نزبطه للشاب دخليك عنده بيت ما عنده شي بدك يا شغلة شغلة مبدأ شغلة مبدأ مظبوط على رأسي المبدأ يا أبي على رأسي المبدأ وليسه بيقولوا عني يا بنتي اني ماني أبديموقراطي فشلوا على كل حال ما راح نزبط الوضع لحد تتجوزوا لأنا مخاف زبطنا الوضع بلما تتجوزوا يعود يمروص الشاب بابا إلا صباح مو بعينه شي مو سائل يا صباح الخير لك هانا عاد تلفزيون يا ابني بعد كنا مقارنة بكتك شي بابا إعبا خلي الشاب يجري عندنا رجل شكو كانوا تصرف معه يوري بالك يا تحكي مع حدا يسرميني على رياض باي باي طلع يا أبي أهلين أهلين حاكيم كيف بك يا قطة منيحة ضمنيني أمك كيف صاري لا تمام الحمد لله أحسن أستاذ عصام هون هون فضاء يلا أمياء إجل حاكيم حالي شيك شو بلعوني أهلا دكتور شو المفاجأة الحلوة هاي هي أكيد مفاجأة بس ما بعرف إذا كانت حلوة يعني لا لا أكيد حلوة تفضل تسلم لي أستاذ عصام أنا جايك بطلب أنا جاهز أمرني شرف شرف تفضل أهلين حاكيم أهلين منوال طمنيني كيف صرطي منيحة منيحة الحمد لله منيحة الحمد لله شو قصدك بكلمة منيحة يعني على الختمية حاكيم كنهر بشرب كاسة ختمية وصلى الله مبارك شو الحكي لا إله إلا الله شرف يا أخي منقلة عندك نقص تروي عندك نقص تروي وبدك قصرة ما في مجال ليك شو بتقول على الختمية لك طعيد طعيد فهم الشعب ولك يا أم نوا لا ختمية ولا ميرامية ولا أي عشبة بالكون بيمشي حال بالقصرة يا أختي بعدي خلي انطح لأسماء الحيث بركي تكوني سعيدة طول بالك حاكيم طول بالك الحامي الله الحامي الله الله يرحمه سبتي لا راحت لأجل تيكة فوتا عمي فوتين ستري فوتين شرف 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 بكتور شرف شرف خيي شرف لاو برضي شوي معليش ما بشكلي بس المهمة تكون بلا سكن الله يخليك ايه بلا تحكى يا عيني علي بكفي 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 يسلموا هده يا أخي يا أخي إيلي شو صحك اليوم معصب على غير عوائدة يا أخي أقسم بالمنتخب الجبارشي بعصي أولاك شي بيجيب الجلطة تخيل يا صرت قيل ليها مئة مرة يا أم نوال مشي على المشفح حكومي أم دبرلك إياها بدون ولا فرانجو ولا كأنه في شيء زي ولا حياته اللي من تناديك كأنك ما تحكي معه يعني مع شوف مع هالطاولة تخيل هلا هذا الموضوع عرفنا الموضوع الثاني شفو الثاني والله ما باعش بدك الله شو ما بتعرف يعني قل خيو بالعربي يعني أنا بدي أخضر وما أنا عرفها كيف ممكن واحدة تصرف هيك لحظات حاسمة عرفت كيف يعني عشقان لك لا مو عشقان عشقان بس يعني هي البنت الزريفة و أنا بعرفها ما بعرف يمكن هلا قلما هم انت يعني ما بدأ تشكرني أكيد طبعا خلص بتحمل حالك وتروح معي نخطب هالبنت لأنه ما حلوة بفوت لعندي جماعة لحالة عرفت كيف ما حلوة ولا خيب الحقيقة الجوز طيب يا سيدي ولي همك خلص أنا بروح معاك رجلي على رجلك رجلك على رجلي إذا كانت رجلك من حازات رجلي ما أقبت كبك مثل الجوعة لك تسلمي يا سيدي سيدي سلام عليك سيدي 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 يعني مثل ما قلت لك سيدي أنا مالي ضد المكتب أولت وآخرت رح أتجوز بس صدقيني الوقت غير مناسب شو هي اللي غير مناسب فيه حبيبي أنا مالي معي والزواج بالدور لك حبيبي شو بالدور بيت وعنا وهي نحنا اتنين عم نشتوين وشوية شوية ونقسس حالنا رفيف عفواً بس أنت ما رح تشعري بـ بشو؟ شو يعني أشعر؟ بحياتك ما رح تحسي بإحساس رجل بحط بي هيك موقف يعني ما بعرف كيف بدي فهمك يا أهل والله بالطريقة اللي بتريحك بلك فهمي علي أنت مو بنت من من كان وأنت مو من من كان ببساطة وعبلاطة أنا ما معي مصاري ما فيني بتجوزك ما فيني روح أخطبي وطلعت من بيت أهلك هيك حي الله هلا عن جد أنت مفكر أنه أنا بدي عرس ومهر ودهب وهيصة وليصة ومدرشون لا حبيبي أساسا موضة أعراس أولاد المسؤولين لم تنطنة خلصك من زمان وإذا بدي ساوي عرس فهذا الشيء أنت ما دخلك فيه أنا ما عم طالبك بشي معناته كتب كتاب وحفلة صغيرة وخلصنا صباح ليش هيك عم تعجزني معقولة يعني أنا دي عجزك يا رفيف ما أنا وياكي بالهوا سوا بس فعلا الوقت غير مناسب هلا خلص رفيف أجلي الموضوع هلا طيب حبيبي وبلكي أجلته وأجت شيء واحدة وخطفتت مني شو عمل أنا وقتها بحالي ما تظغري موضوعنا له الدرية ايه ايه موسيقى 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 أعلمني الجرى اللي يضع عليك هيا يلا يلا اعلمني 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 كهربة مكنني بيتها سمي على كلها اعلمني 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 بيتها اوه اعلمني اعلمني أين فاضي حجي؟ بس لابدلها معك مفتاح أنا بركب لك آها ما في لزون معك مفتاح؟ عندك جلدين؟ قديش حقه لجبلك؟ مئة وخمسة وسبعين يو، إنت ومين قال مئة وخمسة وخمسين؟ هذه تحت حجة مئة وخمسة وخمسين فوق مئة وخمسة وسبعين ولا يعني الإعتالب بلاش أرخي، أرخي شوي، أرخي شوي أكروه، أرخي، أرخي الله يأخذ بيدك، الله يحزن الفير، الله يعيننا راجع حجي، راجع ويساكي؟ بالحجر الاسود والنار والهراسي شري، شري، شري لا، للدها، لديك، 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 هنا هل؟ لديك، هنا لديك يارب، الله، يرضى عليك كلا يا يا طيب، ما هذا؟ هلا هذا صاحب يجيب أربع مئة محطة؟ ايه، وأكتر، شرف الله ننزل، نجيب بيئة لبقاء يا أبراد شباك شرف لتحرد شباك عم نتفرر شو شغل فرجة هلا بتروح شي إبري بيتهمون فيي شو هاي؟ إبري إبري حاكم هالأيام صار موضة صارت الإبر شو هاي الإبري؟ إبريت ستالايت هاي؟ لكن حاكم هالأيام صار موضة صارت الإبر بأنزيل الله يرضى عليك شري شو شو غابة من الأبعد شو هاي؟ مية وخمسة وخمسة مية وخمسة وخمسة يا حجي حجي يسترع عرضك مات عليني مع المعلمة ما ميقبلها؟ لك هاي حققات عهد مية وخمسة وخمسة مو هاي؟ اي روحي ميناء؟ انا حسن ما طلبلك الشرطة شرطة؟ هذا حققنا تحتلكهم من تحت لهم؟ يا حشي 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 وحاولي من أقواتها الله بالله حشي طاريبو فانتاز بيش شكرا 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 طاريبو فانتاز بيش ما عطتني غير مية وخمسة وخمسة لا تبلش لسه بعدك أول يوم ونهار بأوله يا فتاح يا عليم لا تشلشنا مش لوشين خلقه ايوه؟ شبعك بعلم شبعك طلع أسأله إذا بده؟ انا ما بدي طلع أسأله ترجمة نانسي قنقر مرحبا ربا أهلين عمي أهلي أمي تفضلي موجودة تفضلي لحظة وبناديلك ماما ايه ماما ماما عنتو سميرا بره شكرا سميرا جايتك هاي ما رح انسالك إيها بعمري بس أنا مني جاية مشان بعرف 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 منشان شو جاية بس هدا مو مهم المهم انك جيتي ودستي عتبتي أنا جاية مشان لاقي حل قضيتكن هي يا ريت لك يا عبير أنا مرح أضحك عليك ويقولك إنه بتهمني مصلحتك وإذا بدك الصراحة أنا ما بقدر حبك بعرف وهدا الشي بقلمني كتير بس ماشي الحال على كلين أنا معك إنه نلاقي حل وأنا موافقة على أي شي بتقترحي بس أخوكي هو اللي معند مع ذلك هتفضل يقولي عم اسمعك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شو اللي ستبتنه ماذا 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 ماذا؟ انا يا قد يلله يا أخي خلصتي شبك اذا كنت أخذتنا يا جماعة ماذا أخي بس أخي بس أخي بس أخي بس أخي شويلة جاية تهديه بطل ليه لائك نفسي لائيا ها يلله خلصني اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة